كل ما كانت الأجازات طويلة كل ما كان الزخم الفني واللي حوالين الفن عموماً وقاله كبير الموسم ده من عيد الأضحى كان بجد مليان مليان زخم أعمال مهمة يمكن مش كتيرة لكن مهمة صعود وهبوط في مؤشرات الإرادات دي حاجة يعني حنعملها النهاردة منافسة كانت محتدمة للغاية على المستوى الفني أو على مستوى شبك التذاكر كمان لكن الغريب والمثير إن كمان الفنانين وحياتهم الشخصية وقراءهم كانت محل اهتمام وكتير من الجدل علشان كده النهاردة بيساعدنا ويشرفنا يكون معنا وهو وحشني على المستوى الشخصي بجد بقالي فترة ما قابلتوش الناقد الفني الكبير قال أستاذ طارش بجد وحشتيني جدا بجد وانت يعني يعني أستاذ طارش بص دايماً كنا بنتقابل في الأعياد ونتكلم على أفلام الأعياد ونشوف ده عمل إيه وده عمل إيه وبقالنا فترة الحقيقة ما تقابلناش لأنه بقالي فترة ما تكلمتش على الأعياد والأفلام لا مدة كبيرة جداً فعل صحيح بسعيد لأنه بسعيد جداً لما يكون فيه لقاء أنت فيه الله يخليك يلا بقى نقول للناس لأنه طبعاً العيد ده هو كان أجازة هي الأطول فده إيه ده برضو فرصة للي بيروح أفلام ما بقتش يومين ثلاثة عيد وخلاص لا ده كان تسعة أيام عيد يعني وما زالت مستمرة الأفلام في السينمات شايف عدد أربع أفلام عيد مش قليل نسبياً على السينما المصرية في العيد برضو العيد اللي فات كان أربعة بالمناسبة هي المسألة عشان الناس بعارف أولاً عدد الأفلام المصرية المنتجة بتزيد سنوياً على عكس ما نسأتقد لأن الناس قالت أربع أفلام بس في العيد عبا يكلم على عيد اللي فات والعيد ده لا عدد الأفلام زاد يعني ممكن السنة دي مع نهايتها ممكن نصل لخمسين أكتر شوية يعني كنا وصلنا إلى الثلاثين صح وأقل كمان وأقل فمعناها أنه لا فيه توجه لزيادة عدد الأفلام طيب إيه اللي بيحصل في الأعياد أنك أنت بتعرض على قد المتاح من دول العرض مصر عندها كم شاشة أحنا عدولاتي نتكلم بالشاشات خمسمية طيب فيه فان لأ كل المحافظات كله مصر كلها خمسمية بس آه مع الأسف مع الأسف ولازم ده يبقى قرار دولة أن نحن لازم بقى فيه قرار بإعادة إنشاء وإعادة الحياة لعدد من دول العرض اللي توقفت أنا عندي في المانيال فيه ثلاثة دور عرض من حوالي ثلاثين سنة فاتن حمامة هو ده توقف كان فيه زمان الجزيرة وقفوا وكان فيه الرودة مثلا فده لعلاقة بدور العرض طيب إيه اللي بيحصل في الأعياد الموزعين مع المنتجين بيقولوا مثلا الفيلم ده حياخد كذا شاشة يتبقى بقية أفلام بتبقى أقل أقل غاية ما يبقاش فيه فأنا بأعتقد أعتقد أن العمل الحكاية دي يعني خلى أربعة أفلام أنه أولاد رزق خد لأنه فيه ترقب ترقب لعرضه كبير فخد مساحات كبيرة طيب برضو حاجة من الزكريات دايما لما كنا نتكلم على أفلام العيد كنت تديهم عذرهم فاكر كانت الأفلام اللي هي الرأس واللي مش عارف إيه وبحبك يا مش عارف إيه يا خبار فاكر الأغاني والحاجات دي العيد تغير ولا الفن تغير ولا المشاهد تغير الجمهور ولا إيه اللي حصل قبل حنناقش طبعا الأفلام كلها لكن ما بقاش فيه الترند اللي هو رأس للرأس وغنى للغنى بص في مرحلة ما كان فيه الأفلام دي موجودة وده جزء يعني عايزة أقول ده جزء من الحياة السرمائية بدأ اللي بيحصل إن المنتج عادة ما فيش قرار في الرقابة حكاية منع الرأس ما فيش لا ما فيش أو منع المشاهد الحميمة ما فيش برضه بس بيحصل إيه بقى التصنيف العمري فأنت كمنتج عندك فيلم تخشى إن التصنيف العمري يحرمك من دخول شريحة من الجمهور مهمة كبيرة جدا فبالتالي أصبحت الأفلام بتبعد عندها في المجمل عشان خاطر ما تقعش تحت طائلة قانون الرقابة بالتصنيف العمري وإنا رأيي إنه التصنيف العمري تعمل إيه في العالم كله إحنا طبعا اتأخرنا عبارة ما بدأنا نعمله أنا فاكر بدأ تطبيقه في مصر سنة 12 وكان دكتور جابر عسفورن فحنتأخرنا قوي العالم بدأ قبلنا بستين سنة بس كويس إنه إحنا بدأنا على الأقل بدأنا التصنيف العمري بيعني إيه إن كل الأفلام تعرض لكن على مسؤوليتك أنت كمتلقي يعني وده جديد بالزبط أنت كمتلقي خلس أنا أقول لك إنه الفيلم ده فوق 16 أنت حر بقى يعني يعني أنت أنت دخلت وعارف أنه فوق 16 ما تجيش تقول إن الألفاظ أو المشاكل بقيتنا أنا شفت كذا ويحقوا فيه أنا قلت لك من الأول فأنت تستشعر إنه في حاجة يتخش يبلش منه أوكي طيب دلالة ترتيب الأفلام من ناحية الإيرادات أنا هقول لحضرتك الرسمي إيه في المركز الأول وليد ريز في المركز الثاني اللعب مع العيال في المركز الثالث عصابة الماكس في المركز الرابع أهل الكاف إيه دلالة الترتيب ده وهل ده ترتيب حقيقي يعكس الجودة الفنية أو ترتيبه فنيا بصي هو ده كان متوقع من قبل رمضان آسف من قبل العيد يعني من قول ما بتعرف إنه فيه أفلام فبتتخيل طبيعة الجمهور طيب هل الرقم بالضرورة بيساوي قيمة في حد ذاته بالزبط لا بس الرقم مؤشر وعندما يستند الرقم إلى شاشة جذابة فيبقى فيه منطق كمان كويس يعني أولاد رزق قيمته إنه هو جاب رقم بس كمان طرق العريانكا مخرج عامل شغل هايل صحيح فجازم فقدر يعني استغل كل إمكانات الإنتاجية اللي توفرت له لها تبقى الجزء مهم جدا في مفردات الشاشة فده اللي إدي له أظن أنه يمكن هو أخد 90% من الترطة ده حقيقي يعني أنت لو قلنا فيه مية هو 90% من الإرادات رحيت له طبعا ده نسبة كبيرة جدا فبالتالي تبقى الأفلام بتلعب في العشرة في المية كان مؤكد مؤكد اللعب مع الصغار مع العيال أنا توقعت له نجاح طبعا اسم الشريف عرف على اسم كبير طبعا وهو عامل فيلم مختلف وفيلم يشبهه وبالمناسبة ده العرض العام يعني حتى ده الفيلم الوحيد في الأربعة اللي هو عرض عام اللي هو مش مرتبط بسن آه يعني الأطفال لأنه أبطال أطفال يعني وهو طبعا شريف بحكم حينكته عارف حتى لو عمل حالة حب بيعملها إزاي بحيث أنه الطفل ممكن يشوفها طبعا محمد إمام كمان كتب لحضرتك بوست كده أنا هو مش متخيل أو أنا مستغرب لو الله يتاني مرة أهول بوست أنا مستغرب الشكر اللي بيشكره فيا الأستاذ طارق بقاله فترة مكان مش رحمني من ساعة لما بدأت على العموم كلامك أسعدني جدا طبعا معلش زمايدي بيقولولي لأن أنا مش شايفة الشاشة من بعيد البوست قدامنا على الشاشة إيه رأيك في البوست ده بصي أنا فعلا محمد إمام أنا أصلي ضد الدجمة يعني إيه دجمة إنك أنت تقول قرار وتفضل متوقف عنده في بداية محمد كنت بشوف عادل إمام واضح على الشاشة بس كنت بلاقي إنه موجود يعني يعني عايزة أقول إيه هو لو صورة ما شوفنا ممثلين بدون ذكر أسماء فيه ممثل كان بنسخة من عادل إمام ما قدرش يكمل صح يعني عمرك ما تبقى حتى لو أبوك صح لأ عمرك ما هتكمل عشان بنت فتن حمامة ماكملتش صحيح مفيش ممكن دفع الأب لو لمت واللحظي بعد كده أو الأم يعني لو اللحظه بعد كده بيخلص فأنا كنت شايف إنه في شيء كتير من عادل إمام في أداء محمد في الأول بعد كده بدأت أقول هو اللي بيحصل إيه أنا كجيل منتامي العادل الجيل اللي بعدنا حيشوف يمكن حاجات جديدة في محمد غير عادل صح بدأت أشوف فلاقيت فيه جزء جيني ما نقدرش نتخلص منه ورسه عن الأب خلاص هيعمل إيه هو هو محمد عادل إمام آه غلط من عندنا ناخد صوت أبوه نظرة أبوه طريقة فالمهم فيه جزء تاني بقى هو تخلص منه كان اللي هو إيه اللي توقفت عنده زمان إنه بتشوفي عادل إمام اللي على الشاشة عادل له لازمات في الصمت ممكن له طريقة معينة بصة معينة حاجب كده صح هو ده كان التفاصيل دي كان محمد بيعملها في الأول بعد كده بدأ يبقى نفسه طيب محمد تطور وتغير هل أنا ما تغيرش نظرتي له لا حقه علي صحيح فمن العام الماضي من الأول أبو نسب فيلمه اللي بتاع السنة اللي فاتت لا بدأ أحس إنه تغير يعني بدأ يشوف يبقى نفسه وده نقد الموضوعي على فكرة يعني ده نقد الموضوعي آه أنا كنت أتغيرت يعني هو نفسه تغير طب أنا إيه اللي خليني أثبت على رأيي أو أنت أتغيرت آه كتير يعني ممكن في فنانة ممكن أشوفها إنها بالمسبالي مش مهوبة يعني بعد كده تشتغل وتبقى تقنعني خلص أو مخرج ممكن يبدأ مشواره ما مكنش مالك أدواته بعد كده امتلكها هل أوظل أنا متوقف عند حاجة معينة شفتها زمان لا طبعا طيب ده برس يقبقى سؤال جيدة كانت علاقتك إيه بعد الإمام حبثوه حبثوه وهل كان بيتقبل النقد اللازع يا ربنا يديه لطولة العمر طبعا وغاية دلوقتي هل بيتقبل النقد اللازع لطارق الشناوي اللي ما بيجملش بوسي أنا فاكر مرة كنتين راجع من مهرجان فينيسيا تعرف المهرجان طويل أيام كتيرة طبعا فالمهم فلاقيت مكالمة من العدل هو قالها بالمناسبة في أحد البرامج يعني أنا هقوله ده عدل حكاية كويس فطبعا عدل صوت مميز برفع السماعة لقيت عدل وبتاع فينك فينك يا طارق أنا قلقان عليك كويس فقلت له لا أنا كويس تمام قال لي عشان بقالك مدر ما بتشتمنيش يا سلام تعليق تعليق يعني بيقولها بشكل طبعا دعابة أيضا دعابة وغالبا بصي احنا ما بقولش كلمة النقد أغلب الفنانين لما تقول رأي سالبي وليك شتمني ما بقولش صح انتقدني المهم فات حكنا وقتها تقول عموان ما تقلعش أنا لسه راجع من فنسيا وهاعوض اللي فات كله لسه ما راجعها كان تقولش بها بس وخلصت البصي عادل زي أي حد في الدنيا زي أنا شخصيا يعني أحب ببقى فيه كلام إيابي كل الناس تبقى عايزة كلام جامعي فلما ببقى فيه كلام سالبي بتتدايق شوية لأي مدى أنت ممكن تتقبل أو لا تتقبل هامش التقبل يعني عادل كان حبة كده وحبة كده لكن لما بنتقابل على المستوى الشخصي يعني ودود وكل حاجة الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية آه بس يعني الاختلاف في الفن لا يفسد للود قضية آه وبالتالي في الرأي بس طبعا عادل عادل مش محتاج لشهدتي لا طبعا طبعا يعني هو دخل في تاريخ العرب كلهم طبعا يعني خلاص يعني الدحكة العربية الأولى كانت ولا تزال هو عادل لأنه حتى يعني مصر آسف العالم العربي توحد على صوت أومي كلسوم وعلى ضحكات عادل إمام ضحك إيه يعني دول حاجتين توحد العرب عليهم طقلتين طيب نروح بقى لعصابة المكس آه عايزين تقييم لنوع الكوميديا اللي عرضها الفيلم بوسي هايوة بيلعب في الشكل الشائع المجمون آه الحالة التقليدية ما عندوش ما فيش طموح عن السقف بس المخرج وده أول تجربة روائية له اسمه حسام أظن اه مش كده المخرج في أول تجربة حسيت أنه فاهم بيطع إمتى عارف الحالة بتاعت الفيلم بقدر المستطاع عمل بناء ما أوكي و أحمد أحمد فاهمي أحمد فاهمي كبطل له طبعا بدأ يربي مساحة من الجمهور لكن رأي مستر إكس كان أعلى إنه هو فيلم اللي قابله أوكي كويس الفيلم المشكلته أحمد أساسا من الكتاب الموهوبين كاتب درامي موهوب جدا لكاتب أعمل بالزبط مثلا لكاتب موهوب إنما أنا بستغرب إنك إنت مثلا لو أنت ملاحن موهوب وتيجي تغني بتعمل إيه بتلحل نفسك طبعا طبعا عمرك شفت عبدالوهاب بيدور على حد يلحله لا فريد الأطرش وكذا فوزي أنا بستغرب إنه أحمد فاهمي موهوبته ككاتب موهوبة عظيمة موهوب قوي و لما كانوا بيشتغلوا السلاسي مع بعض عنده شيء خاص كمان ليه لما بيجي يمثل ما بيكتبش لنفسه ما بيكتبش أنا دي غريبة لو كتب أكيد حيروح في أبعاد أخرى أكيد طيب نروح لأهل الكهف فنيا بقى وإيه رأيك في ترتيبه يعني آخر كان متوقع يعني أنا قلت يعني هو الهزيمة الرقمية كانت متوقع ليه كانت متوقع لأنك أنت مش على الموجة خالص ولا فيلم عيد يعني شو كان جمهور العيد أهل الكهف ينزل ليقتع تذكرة يعني يعني ما عرفش أنا اتحسبت إزاي صحيح هو خالد مش نجم شباك بتكلم على السينما لأ في التلفزيون تنجم الناس تنتظروه في الدراما فأنت أوكي وحاولت وتحططيه محمد فراج حمد ممدوع أحمد عيد حاول إنما في مشكلة أنك أنت قوة الجذب عندك السينماية مش متوفرة نهيكي عن إنه هل في أهل الكهف كان فيه تعب على كل المستويات كان فيه ابتكار ليك نظرة أخرى يعني يعني هل فيه حاجة مختلفة هل فيه عمق كل ده افتقدناه ما حسيتش ما حسيتش ده في وجوده الأفلام دي بس المشكلة الأكبر توقيت العرض مؤكد ده لعب دول عكسي نازل في عيد في توقيت ومش فيلم عيد إطلاقا إطلاقا طيب أسماء جلال بقى في ولاد رزق وفي اللعبة مع العيال عايزة تقييم للأدوار النسائية في العيد بصي احنا ومؤخرا في السينما برضو يعني عموما ما قبل العيد السينما المصرية بتضطهد المرأة فيه صدراء الحقيقة بس في العالم عموما العالم المرأة وجودها كاباتها الله بزي الرجل وفيه مشكلة عند النجمات صحيح حقيق إنهم بياخدوا وجور أقل يعني عايزوا لك المشكلة اللي عندنا عندهم برضو بس طبعا فرق شاسع بين مشكلتنا لا مشكلتنا أكبر بكتير فالمرأة مظلومة كويس فيه وجوه بتطلع يعني إحنا معندناش أسماء نجوم شباك يعني السرمة المصرية كان زمان ليلة مراد نجمة استثنائية صحيح تكفي خلاص خلصت صحيح ليلة مراد خلصت فاتن سعاد شادية هند ورستم بعد كده نبيل العبيد ويوسرى ونجلاء وميرفت أسماء كتيرة جدا كويس كانت بتتحط رقم واحد وانت بتنزل تتتذكرة عشان فلانا عشان فلانا اتغير اتغير لي في نهاية التسعينيات بدأت الموجة الكوميديا والأكشن وهنا المرأة الكوميديانة قليلة ففي اتجاه الكوميديا والأكشن بقى فيه أكشن بقى أحمد ساقة بقى فيه الجانب بقى أحمد عز كريم يعني وبقى دايما الفنانة بتاخد الدور سنيدة سنيدة أنا فاكر مرة حنان تورك أنا كتبت قلت ان ليه تبقى حنان رأي ما هو بقوي طبعا طبعا انه حنان ليه تبقى وردة في عروة الجاكتة فهي بدأت بعد كده تقول نفس التعبير ده أنا مش حبقى وردة في عروة الجاكتة في النجم الآن ما توقفت يعني لازم فيه مغامرة كان فيه مغامرات بالدفع بنجمات ياسمين خدت فرص مونة وهند ومنة ده حقيق كان فيه ولكن مونة لسه الرحلة ربعمائة وربعة ونجحت ونجحت جدا جدا مونة زكي عاملة فيلم رائع وبتعمل حاليا الست يعني يعني أمو كلسوم الست اللي هو يعني معناها بس هو الفيلم اسمه كده انه هو الست الست يعني أمو كلسوم فيه بس قليل يعني حتى قديك قلتي ده السنة اللي فاتت الرحلة ربعمائة وربعة فيلم مش كده فيلم واحد أو السنة دي اتعرض اتعرض بس فيلم من وسط كام فيلم بقى بقى عندك هند صبري ممكن وهند مثلا لما عملت بنات ألفة واتعرض في كان ما هي البطلة ومن فترة طويلة كان أوقات سعيدة ولا كان ايه كان هند وكان فيه ثلاث ستات كانوا أخذوا بطولة أحلى الأوقات بس ده من مدة أحلى الأوقات فيلم هاوات تعرفين هاوات عمرك بس أنا استغرابي دخل على ربع قرن وبس يبان طب خلاص بحنا نطفي النار على الكلمة أحلى الأوقات من طبعا نهالة خليل طبعا من أحلى الأفلام من أحلى الأفلام بس كان رهان ورهان أعتقد أنه كان تجارية النجاح هي عايزة شوية جرأة يعني يعني مونة أوكينة يعني هتيجي هتيجي بالوقت هتيجي بالجرأة ياسمين أعتقد أو معلوماتي أنها بتعد أيضا لفيلم ياشمين عبد العزيز ياريت ياريت طيب بما أننا قلنا أسماء جلال مش عايزين بقى ننسى الأول تقييمها في ولاد رزق واللعب مع العيال ومش حنفوت الترند التاني اللي هو التنمر عليها على السوشيال ميديا الأول من ناحية الأفلام نخلص الجزئية مشروع في ديت يعني فتاة أحلام مشروع ممكن يتحقق يعني عنده عنده إنكانيات لكي يتحقق وتصبح هي النجمة اللي الناس تشوف فيها تحذب تشوفها أو الشباب يبقوا عايزين يعني فيها الفي ديت اللي إحنا بقالنا سنين مفيش في ديت لا ممكن ممكن أسمعه وأنا ما شوفها شوفتها في كذا عمل مش دول بس مش بس في العيد شوفتها في عمل قبل كده ودرق مسلسلات أشغال شقة كان يجنن وكانت بتدحك وكانت رائعة عندها عندها بس الحاجات اللي بتطلع لها على السوشيال ميديا ملهاش علاقة بفنها يعني حضرتك فاهم قصد أنا فاهم بس لما تيجي تتكلم عن حد تشبهها بمايكل جاكسون ويفضله حط لها بس كانت زكية بس أنا عجبني قوي وده درس إن هي حطتها على صفحتها يعني يعني صرفت بإيجابية اعتبرت إن ده إجاب هو مايكل جاكسون وحش معه جميل هو رجل بس جميل يعني عايز أقول هي حتى قدرت تقفز فوق الحتة دي كم لا أو إزاي لا لا خالص خالص فده يعني من النادر مع الأسف إنك إنت بتلاقي نجم أو نجم جديد بالذات قدر يستوعب ده ممكن كتأخذ موقف لا استوعبته بذكاء وعندنا الحقيقة عندنا سلمة بوضيف أنا بشوفها أيضا من الممثلات اللي ممكن يبقى قادمات بشكل قوي يعني فيه جيل كمان طالع بقوة كمان لها كان فيديو اللي هو بعد إزلك بتلمسنيش ده اللي هو المعجب من المعجبين كان مقرب لها فهي مصب إتوانت فيرل برضو يعني انتشر انتشار كبير مصب رجل فعلا يعني مش ممكن يعني فيه منطق وتحجمت من غير لا رجل ولا امرأة حد من حقه يلمس بالذب لكن بالنسبة للمرأة يا ممكن انت واحد راجل مثلا تعمله على كتفه ممكن تعدي وانت متعرفوش طبعا هي حتى على المستوى الأدبي غلط بس يعني ممكن في الثقافة العامة واحد رجل ماشي فنان أو بالذب بتعمله كده على كتفه تعدي لكن لا امرأة حتى في الثقافة وعملت محضر كمان للا أساء ليها بعد الترند اللي عملوها ماينفعش انك انت تشد تعمل يعني يعني في كل أحوال يعني ده مرفوض وبالمرأة بيقى مرفوض أكتر يعني مضاعف الخطأ طبعا هو ليه الحاجات دي بتطلع ترند أكتر من شغلها مع أنها مش بقلة يعني في أعمال جيدة جدا بنلاقي أسماء جلال طبعا أنا حقولك في الأوسكار مش هتلاقي يعني الصفعة بوكس طبعا هل ما كانش فيه أفلام كان صفعة كان صفعة كان صفعة برضو حلوة برضو كويس برضو اه اه أنا مصد عشان عمرك صفعة برضو بس اللي عايزة أقوله إنك انت في أي حدث جلل حدث مهرجان الجونة ناس بتكلم عن إيه عن الأفلام لا عن الفساتين في الأوسكار نفس الحكاية في مهرجان كان مثلا واحدة دخلت حفية أيوة الكاميرا هتصورها طبعا أو عريانة أو جزء عاري هتلاقي هو ده اللي ياخد الكاميرا فاحنا السويشيال ميديا لها قانون وده قانونها الغريب يكسب اه لازم تاخد حاجة تاخد العين وتبقى مختلفة ومتجوزة اللي انت متصوره يعني فيه أولاد رزق بقى في السعودية والجدل اللي أثير عن بعض الأحداث فيه عايزة تقييم بقى وطبعا كانت احتفالية جميلة وكان حاجة مشرفة والمبادرة نفسها كانت مبادرة حالوة عايزة تقييم للتجاري وهل حنشوف بقى سلسلة أفلام تبقى انتاج مشترك مكتوب مكتوب والمتحدة وفيه تعامل كتير على فكرة هيحصل ما بين المتحدة ايوة حتى الحفلات اللي هي في العالمين الترفيه اه كويس حفلات جزء منها هيبقى الترفيه ومسلم يعني عايزة أقول انت ليه يعني أنا عايزة أقول فيه حاجة فيه حاجة في الضمير الجامعي عند البعض لازم تتغير الدنيا اتغيرت قوي بقى انتاج المشترك في كل شيء هو البطل لما تروح مارجان كيان او فينس او برلين هتجد انتاج المشترك يعني في المصري مثلا يبقى فيه جزء بلجيكي فيه جزء عراقي كل ده ده الزمن فكمان حلو قوي انه كيانات كبيرة زي الترفيه وزي المتحدة معا حتى يعني العالمين هيبقى فيه حفلات غنائية ويبقى ومسرحيات يعني ده كله ليه لأ ليه لأ طالما انها هتعمل اثراء للحياة الفنية جامد جدا اقولك حاجة اكتر دولة عربية لنكن صراحة مستفيدة باللي بيستفر منك العربية السعودية من افلاب ومهرجانات واجواع احنا مصر شوفي عدد الحفلات اهنا هتمس على المطربين انا اقولك لا انسي المطربين مش تقرين منهم انسيهم شوفي العازفين هتلاقي لو 100 عازف 90% واحد مصري كرال مهندس الاضاءة كل دولة يحسسوك بالايه بالفخر طبعا يعني المصريين تنتعش صناعة عندنا جامد ويطلع بقى اسماء جديدة هو انت لما مثلا لما احتفل بالموجي او بهاني شنودة او بعبدالوهاب كويس في حفلة في الرياض انت كمصري تبقى مبسوط قد جدا الوئة بهاني شنودة جدا لما اتعملت به احتفالية قلتولي على فكرة يا هاني لا عبدالوهاب ولا مكلسوم في حياتهم ودي حقيقة اتعمل لهم ده طب هاني شنودة رجع من هناك عمل ايه لا رجع رجع عمل اعمال عطاء بقى وفيه تقدير التقدير صلاح الشرنوبي يسوي عطاء قدير فيه مديرة جدا مصر والعالم العربي في عقد التسعينيات ومطلع الالفية التالتة مصر والعالم العربي كان يغني الحان صلاح الشرنوبي بلزب 90% اي مطرب كان هو اللي معاه المفتاح بعت شوية ابتعت شوية اكتأب شوية لما تعملوا التكريم ونس سمعت يا كل ده كل ده ابداعات وردة ذكرى رغب علامة كم العظيم اللي عمله صلاح الشرنوبي لما شفناه داخل بوطقة وهو حسب تكريمه وهو عايش صح وكرم عمر بطيشة شعر الكبير كرم طيب عمر بطيشة كرمناه كم مرة يعني طيب عمر بطيشة لما كرمه كشعره طبعا هو ازاع كبير وشعر كبير يعني لما بيتكرموا للناس الكبار دولت ده بيانعكس على ايه على ابدحهم صح وبرونهم كملوا كملوا احنا بنحبوكو شايفوا صغر ربع قرن ده حقيقي يعني وبيعمل حفلات كتيرة جدا طيب في خبر طلع ان المستشار التركي قال الشيخ هيكلم على عمر دياب ونانسي عجرم ان هم هيعملوا فيلم مع بعض وده زي مثلا ايه عبد الحليم وشاديا يعني حاجة من اللون شفت ده ازاي هو ديبالك الناس قالت ايه هو هيعيده مرة تانية ابي فوق الشجرة لا مش هيعيده ولا الخطايا مش هيعيده مفيش حاجة هتتعاد ولا هتعمل شادية وعبد الحليم فلحن الوفاء مفيش حاجة زي كده لكن هو بيضرب مثل بفكرة مطرب كبير ومطربة كبيرة صح واللا والايه المشترك منهم الاتنين ما منهم يعني عمر بقاله 30 سنة بتقري في الجرائد انه بيحضر فيلم ومسلسل يستعد ومش عارف ايه ويصوروا لك فريق العمل وتيه فريق العمل ده فيه مخرجين كبار وكتاب كبار ومسلين كبار وصورة وبعدين يتراجع ولا اي حاجة هو بيتراجع في اللحظة الاخيرة كذا مرة انا اعرف ده يعني اعرفه منه هو بيبقى متحمس فعلا ونفسه يعمل فعلا حقائق ده حقيقة لكن بيحصله وبيبدأ تصوير على فكرة بيبدأ شوية لا ما اعتقدش بيبدأ يعني كان بيبقى فيه بوادر تحضيرات لكن ما بيخش للستوديو بييجي في اللحظة يرجع هو نفسه يعني دايما بيقول لازم انجح قدي نجاحي كمطرب فطيب محتاج لثقة في العودة انا رأيك شخصي انت مش محتاج من المطرب انه يبقى ممثل عبقاري باش رجدي عبازة بس يقدي محتاج ان يكون في مخرج هنا بقى يبقى رهانة على حكتين على الكاتب والمخرج يدي منحالة نانسي نفس الحكاية بالضبط يعني عامرة اكتر واحد بتعرض عليه افلام بين المطربين وافكار مسلسلاته وكل حاجة نانسي عندها كل مقاومات بس عندها برضو يسكنها الخوف ومن غير ما من غير ما نرجع الارشيف بيتعرض عليها كتير لان هي شكلها حلو عندها حضور دمها خفيف وعالفكار هي بتمسل حلو في الكليبات بتاعتها قوي وعندها كده لمحة خاصة بالضبط لما بقى يكتمع الاتنين مع وجود مخرج في الاخر هيبقى محتاج نص يكتبوا حد عنده خيال شاعري ودرامي ممكن يبقى ايمن بها امر يشارك ممكن يبقى اميرة عمة ومخرج زي طرق العليان ممكن شريف عرفة بروان حامد يقدر يعمل حالة بالضبط صندرة نشأت صحيح هي فين صندرة نشأت نفسي ترجع انا نفسي ترجع ارجعي يا صندرة بسرعة وممكن والله ممكن افكار زي كده لان هي فيها روح حلوة ممكن تتوافق مع عمر ومع نانسي ممكن يبقى فيه سلاسي فيه نقطة صارت الجدل كمان هي صورة المخرجة المبداعة كاملة ابو ذكري وهي بتصافح المستشار تركي قال الشيخ الناس بقى يعني ايه عشان انتقدت قبل كده وقت غزة فاكر حضرتك والناس اللي بتقدم اعمال هي ما كانتش بتنتقد الاعمال على الفاكر هي كانت بتنتقد الرد على الكلام عن غزة هي الموضوع شفت بصي هو هكون سريح معك كاملة انا عرفها شخصيا طبعا كاملة يعني عمصها شخصيا مش بس مش عالشاشة يعني اعرف التكوين كاملة بتبعها انفعالية ومندفعة صح مندفعة في مشاعرها اللي حاصل انه دول العربية زي مصر ألغت مهرجانات احنا اول دولة تلغي مهرجان الموسيقى العربية ده حقيقا وانا رفضت ده بالمناسبة وكتبت في حينه انه غلط ولغينا مهرجان القاهرة صح السينماء الدولي وقلت غلط لما تونس لغت مهرجان قرطاج وانا مصري قلت غلط ومضيت ضد القرار التونسي يعني انا عندي قناعة ان الفن في كل وقت وببص على عبد الناصر بعد سبعة وستين مصر ما توقفتش انت عارفها شاربوا في المسيادة اتعامل بتوجيه من جمال عبد الناصر في الازاعة المصرية قبل بيقى فيلم اه اصلا قالوا ان الفيلم كان لا ده توجيه من جمال عبد الناصر رئاسي اه خدي بالك شاربوا في المسيادة هل هو عمل فني عميق بيقول رسالة في الوطن ولا حدا ده بيدحك كويس ليه انت لما بتكون عندك قدر يعني مقاومة الحياة لازم تكون موجودة جوك المهرجانات لا تلغى لكن تلون عشان كده انا كنت ضد إلغاء المعركات هو اللي حصل ان كاملة كان الموقف بالنسبالها من الاول انه لا يجوز انفعالي وانفعالي لا لا يجوز وناخد عبرة باللي حصل قبل كده لا طب انت قعدت تبكي عملت ايه ولا حاجة انا مش طب استنى انا الاجدى بالنسبالي انه مثلا بدلا ما مروحش حفلة ما عملش حفلة او مطلعش في مصرحية غزة في الفن لخدمة القضية لكن حتى حفتر جدلا مش هتعمل عمل فني هتعمل عمل هزلي كوميدي اخد اجري وقول اجري ده انا متبرع به لأهلينا في غزة انزل في العربية اللي فيها تبرع بالدم وانا كنجم اقول للناس اهو انا بتبرع بدمي فانت تقلدني لما تشوفني يعني عازة اقول في حاجات كتيرة جدا ممكن تعمل هي بدل من وقف الحياة هي كاملة يعني اعزون استوعبت مع الزمن هي عليها ايه انها لانها دخلت فيه طرف اخر موجود اللي هو جمهور سيشها الميديا صحيح لازم تشرح لهم يعني عازة اقول هي مسحة البوست اللي هجمت فيه بيومي ايه ومسحة البوست اللي هجمت فيه العرض المسرحي ده حقيق ده ما يكفيش لازم تقول للناس انا حسيت بكذا وبعدين كذا حصل وبعدين كذا بالذات انت لو هي بصي فيه فرق من ان انت تقولي مثلا انا قررت ان انا اخاطع اكل اللحم قلتي مع نفسك كده يعني انا حسيت انه لا يجوز ومش حاسة كده مش فيه ناس بيستطلعها الحكاة دي طبعا مايبقاش نباتي فترة وبترجع مايبقاش نباتي يعني وهو قرر لو انت جبتي كتبتي بصت كده عندك قلتي انا من هذا اليوم اللحم لن ترى لن اراها وبعين لوحتي شفتك لزلت صورة وانت بتاكلي فلازم اسأل فتدخليني طرف تقولي فعلا انا في توقيت ما قررت لكن بعد كده انا كبشر عادي فعايز اقول لازم يبقى فيه توضيحة لانه اولا هي كاملة لنكن صراحة كاملة دي مش واحدة من اهم مخرجات ده حقيقة الدراما صحيح هي مخرجة سنمية هاي اللي عملت فيلم اسمه واحد سفر رائع بس توقفت بعده دولتي التخصص دراما اكتر مخرج انا بقول مخرج بدون التقل مربوطة عن قصد عن قصد لانها بتشمل الاتنين له اعمال نكحة وبتراكم هي كاملة فبالتالي مش محتاجة هي مطلوبة لكن لما يجي لها شغل وهي حاسة انها عايزة تعمل الشغل ده مش بتغير مش بتغير مبادئها هي شايفة ان ده الموقف السليم بس لازم طالما انت في لحظة كتبت بوست اشرح للناس ارجع اشرح ده دورها اعتقد انه لا احنا نفتضفها بقى وتشخ وهي تقول ده للناس استاذ طارق الشناوي النقد السينماء الكبير والفني الكبير ارجوك ما توحشنيش تاني يعني نتقابل اكتر من كده شوية ونعلق على الان لا انا اشرفني والله انا بسط جدا وانا معك بجد مش بجامل دي حقيقة ربنا يخليك وانا كمان مش بجاملك وعايزين بقى الفترة اللي جاية يعني نتكلم على السينما بتاعتنا وترجع الاعمال السينماية حسنا نفس اضواء المدينة ترجع يعني اوكي اوكي فيه موسم يعني مثلا فيه موسم الرلاد اه ركع اضواء المدينة صح لاني تليفزيون ومهرجان العالمين ممكن واضواء المدينة وفي المحافظات ونسعد الناس كل ده كان طبعا يعني عايز اقول مصر عندها كل عندنا كتير تحتها قوية جدا صحيح صحيح لما بنلاقي فرصة ويتواجدوا وليعمل وكذا يا تمنى كلنا تمنى ده هيحصل باذن الله بشكرك شكرا جزيلا انو ورثينا في انا وهو هي كان نفسي عرفك بالعصابة بتاعتي حسام المراغي وآية شعيب وشريف نور الدين وكنا نعمل كده كماش عليك في الأسئلة السينمائية المرة الجاية المرة الجاية كل العصابة أنا دوبك مستعد ليك المرة الجاية تستعد للتين كله بإذن الله بإذن الله نورتني طبعا شكرا أنا أخد فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم عليش احنا بنسخل نهار ده أول يوم بعد أجازة طويلة فعندنا فقرات كتير دينا فقرات كتير قوي النهار ده نتعامل بعد الفاصل اشتركوا في القناة